موسيقى نهاركم سعيد مشاهدينا اليوم الأربع 24 أيلول 2014 إنها أولوية الأولويات قضية العسكريين المخطفين على أيدي مجموعات إرهابية أو شكت في أكثر من جولة على جر الشارع اللبناني إلى مشكلة داخلية لكن إرادة وقرار القيادات السياسية حالة دون ذلك فالمث بالسلم الأهلي خط أحمر والاقتتال الداخلي على وقع الخلافات المذهبية ممنوع ولكن إلى متى؟ إلى متى ستنجح هذه القيادات في ضبط الشارع؟ عسكريون تحت رحمة مسلحين استضافهم لبنان وفتح لهم الأبواب تحت عنوان النازحين الهاربين من آلة الموت في سوريا لكن تبين أنهم هم من يحمل الموت إلى لبنان أهالي عسكريين محبطين يتخبطون في كل اتجاه تركوا بيوتهم وأخذوا من الشارع مركزا لهم بين خيمة اعتصامهم في القلمون وقطع الطرقات في البقاع وتحديدا اليوم طريق الدهر البيدر يصرخون عاليا ولا من مستجيب سوى اتصال يتيم من وزير الداخلية يطلب فيه منهم مغادرة الشارع واعدا خيرا ولكن هذا الخير لم نر منه شيئا حتى الآن أمس الأمين العام لحزب الله دعا إلى التفاوض مع المسلحين في وقت كان يلقى اللوم على بعض القوى في الحكومة بعرقلة المفاوضات إذا كان هناك فعلا مفاوضات وبالتالي لم يعد هناك من سبب يعرقل التفاوض إنما من موقع القوي وليس الضعيف المهان كما قال السيد نصر الله فهل سنشهد تحولا في الملف أم أن القضية مرتبطة بحسابات أبعد من الحدود اللبنانية وتحديدا حسابات لا تريد أن تقطلع شوكة ما يجري في عرسال وجرودها من مشاكل وتهديدات أمنية للأمن والاستقرار من خاصرة لبنان ماذا بعد انطلاق الحرب التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية على داعش في سوريا وماذا يعني الكلام الأمريكي أنه هو من سيختار التوقيت لاستئناف الضربات وأن هذه الحرب ستطول لماذا ستطول وما هي الأثمان المترتبة عنها على مستوى المنطقة كلها عنوين نبحثها في الستوديو مع ضيفنا المحلل السياسي سالم زهران ولنا موقفة مطولة اليوم مباشرة من خيمة اعتصام أهالي العسكريين المخطفين في القلمون وسننتقل أيضا إلى زميلنا مارون نصيف المتواجد مع أهالي عسكريين آخرين الذين قطعوا صباحا طريق دهر البيضر نهارك سعيد سيسسال نهارك سعيد لا أعرف كيف نحكي بعد المقدمة التي حطت عن جد الأيد على الجرح صح مظبوط كل الأشرطير والمقدمة هي ليس مفاتيح أعتقد لأجوبة هي أحيانا أجوبة صريحة بالذات الجملة التي أريد أن تبنيها عن لسانك أننا توعبناهم كمسلحين لا كانت الدولة اللبنانية عارفين مسلحين كلام سمحت السيد حسن مبارح أنه كانوا بيعرسال يفوتوا بسلاحهم ويطلعوا ويحكموا جرحاهم هو كلام علني وواضح دولة اللبنانية استقبلت هؤلاء المسلحين على أساس هربانين من الموت حملوا معهم الموت هذه الجملة أساس أنه سوار كبيرة كلمة سوار بدك تحطي تحت منها ثلاث أربع طالبين حرية ثلاث أربع خطوط وقت البدو يدبح علي السيد هذا منه ثائر هذا اللي دبح علي السيد هذا منه ثائر هذا اللي دبح حباس مدلج هذا منه ثائر هذا اللي رمى بالرصاص محمد حمية هذا منه ثائر هذا اللي عم بيبكي عيون الأمهات بالألمون وبشتورها هذا منه ثائر الثورة ليس هكي الثورة أنك توقفي بوجي الموت وبوجه الخطر أحيانا بش بلا سلاح حتى بلا عصاي لأن تكوني أقوى بس تحمل السلاح أنت انكسرت موجود مجموعات راحة الثورة الحقيقية لا يوجد ثورة بشار الأسد سائر أكثر منهم بألف مرة لأن بشار الأسد يقول كل يوم أنا بدي صلح وأنا بدي غير بالنظام هؤلاء ستنة اللي يتباحوا الناس ما فيهم يكونوا ثوار وإذا هذا هو نموذج الثورة الله يلعن هذه الثورة على بكرة الصبح على بكرة الصبح إن شاء الله هيدا نهار أو أي نهار أو ساعة المقبلة تحمل أخبار جيدة حرام وجع هيدا الأهالي قبل ما نبلش وقبل ما ننتقل عند الأهالي بخيمة اعتصامهم بالألمون ونحن وإياك منستمع اللي بدون نقوله بنا شوف حركة السير بطبيعة الحال مثل كل أيام نص الأسبوع الطريق باتجاه بيروت بيجوني إزدحام سير باتجاه الشمال السير فاتح عادي الدورة زيت الشيعة الجزر باتجاه بيروت عجئة سير باتجاه الشمال فاتح السير عنا الشار الحلو بالاتجاهين ماشي السير ولكن يبدو باتجاه بيروت في عجئة أكتر شاحة ساسين حركة ناشطة على التقاطع على إشارات السير شارع الحمراء هادئ جدا طريق المطار كالمعتاد بالدخول لقلب العاصمة في عجئة سير ولكن باتجاه الجنوب الطريق السالكي ساحة صيدة أخيرا في حركة ناشطة قبل الظهر بأول ساعات العمل سأسلم نحن بنا نتقل لعاد خضر سيكي تعليق سريع عصيرة السير وصلتني رسالة من صليب الأحمر من زمين نقياد المنزر مسؤول الإعلام والألقات العامة بالـ 24 ساعة اللي مرأت 27 حادث 41 جريح وقتيل هذا الرقم باعتقاد الحق فيه بالأول على اللبنانية وعلى الطريقة اللي بسوق فيها اللبناني وأنا منه هذا الحق بالدرجة الثانية على هذه الطرقات اللي لا يوجد ناره بالليل وبنهار رسم الله كمان الجوار كيفها برمته في مشكلة حقيقة بالسير باللبنان في مشكلة حقيقة بعدد الأتلة مش مقبول أن الأسبوع هيدا اللي مرأ بس صارنا عم نحكي عن 12 قتيل مضبوط بحد السير واحد عجيه مش مقبول هيدا الرقم مش مقبول نحن بحاجة لثقافة قيادة سيارة بتبلش من المواطن ويمكن ما بتخلاص عند الدول ما وقفت على موضوع السير على كل حال مش طبيعي بأربع ملايين لبناني على 10452 كم مربع يكون عندنا ب3 ايام 12 قتيل يعني رقم مخيف على إياس العالم هذا التهور بدنا ننتقل لخيمة اعتصام أهالي العسكريين المخطفين اللي أصلا عم بيناموا بهذه الخيمة نهاركم سعيد نحن معنا بعتقد نظام مغايت نعم صحيح نظام نهارك سعيد يعطيك ألف عافية وإن شاء الله تضلكم بهذه الهمة وإن شاء الله تخلص هذه المعاناة اللي أنتو بتمسكم بشكل مباشر واتمس كل اللبنانيين لأن المسؤسسة العسكرية بكل أبناء هي بتاعنا كل اللبنانيين اليوم أنتو بعدكم بهذه الخيمة ورح يمكن تمرق أيام كتير طب ما بقي قدامكم غير هيد الوسيلة نظام أنتو عم بتشوفوا المسؤولين نعم أول شي نهارك سعيد لإلك ولضيفك الكريم بدي أختصر يعني معاناة أطفال نايمين على الطريق ناطرين عم يطالبوا بحقوقهم بدون يشوفوا أهلهم بدون يشوفوا بيهم مش مهم الوقت مش مهم أدى بدنا نعود نحنا المهم هالعضية هذه تخلاص لأن هالعضية أكبر وأشرف من أنها تفوت بشرزمات السياسة الدايقة وبزواريب السياسة الدايقة قضيتنا إنسانية نرفض تسييسها من أي طرف ما كان بهالدولة ما في غير رئيس الحكومة يجب أن يطلع علينا شخصياً ويشوف الأعيال المشردة بالطريق والتركين أشغالهم ويجييني طالبوا بأولادهم لأنه ما عنده دولة تحميهم ولكن نظام يعني أنتوا عم تعملوا هيدا الاعتصاب وباقيين وعم تقطعوا طريق من وقت لتاني بالوقت اللي في أهالي تانين كمان اليوم قطعوا طريق ظهر البيدر عم تحكي أنتوا بترفضوا أن تفوت السياسة بقضيتكن ولكن المشهد اليوم بقول أنتوا مقصومين أو لا طالما في مجموعة بالألمون مجموعة تاني بمطرح تاني مش مقصومين نحنا بس إذا بدون ننزلوا أهالي اللي بقع كمان مشوار عليهم وتكلفة وتعب وجهدوا وقت بنفس الوقت بس نحنا في تنسيق بين الأهالي بقطع الطريق شفتي مبارحة نحنا اليوم هني وهذا التنسيق ماشي لا ما فيه انشقاق بصف الأهالي أبدا وهن السياسيلي عم يجربوا يعملوا هالانشقاء ومش عم يقدروا يصلوا لنا كي يجي معنا كيف عم يجربوا يعملوا هالانشقاء كيف كل إنسان عنده طريقته ما بحب سمي تسميات كل إنسان عنده طريقته بفوت فيها كل سياسي مجور هلأ موسم انتخابات وبدوا يبين يعني حقه هو ونحن حقنا الرد بالطريقة اللي كنا صارنا شهرين قاعدين عطرقات نحنا ما حدا تطلع فينا ما حدا شافنا انتخابنا نواب اللي يمسلونا بالبرلمان انتظروا عم يمسلوا علينا بالحقيقة وبالواقع وبكل شيء هاي مش أول مرة أنت بتقول هكك هاي مش أول مرة أنت بتقول هكك نواب المنطقة عندك اتصلوا فيك مثلا حكيوكون انتوا عم بتروحوا لعندون تنبلش من عندكم خليني يقول كلمة واضحة وصريحة مش عم بحكي عن نواب لحتى يجوا لعندي عم بحكي عن نواب لو يروحوا يسجلوا موقف مطرح ما لازم يسجلوا موقف مطرحهم مش معي مطرحهم بمجلس النواب بيستاهل دم علي ودم عباس ودم محمد بيستاهلوا جلسة طارقة لمجلس النواب مش جلسة ما بتكتمل النصاب لو ينتخبوا رئيس جمهورية حاجتهم يلعبوا بالعالم عن جد كتير هايك وإرفة العالم منهم ومن مناظرهم حتى نظام ياريت بتمرق الميكرولة حدا تاني أنت نظام شقيق المعاون إبراهيم مغايت أنت كل اليوقت عم بتشارك بهذه الاعتصامات وعم نسمع كلامك ولا مرة تغير خطابك يعني الله يصبركم ويعطيكم القوة ياريت بتمرق الميكرولة حدا تاني نستسمع خطاب راقي بين خينا نظام أما ياريت خيوا بالسلام وبين محمد معروف حمية والد الشهيد محمد حمية حقيقة ياريت وزراءنا بهذا الرقي شاب مخطوف خيوا يقول أنا ما بدي سيس أنا ما بدي مذهب أنا ما بدي أخذ الموضوع على بعض سياسية والد الشهيد اللي بقى عم يترجع الناس أنهم ما تمدوا إيدكم على سوري بريء ما قالوا علاقة مشكلتنا مع عفلان بالتحديد هذا الرقي عند الناس يخليك أوات تتفاجأ تقول لا الدنيا بعدها بخير بس للأسف طبقتنا السياسية هي الطبقة اللي بحاجة لتغيير هي اللي عم تشتغل على الوطن الطائفي والنعرات والمذهبين واللي تركي الناس الناس بتعيش مع بعضها الناس عاشت كل عمرها مع بعضها هذا البلد عمره ألاف سنين ومن ألاف سنين في مسيحي وفي إسلام وفي سنة وفي شيعة ولا مرة كانت الناس إلا عايش مع بعض وقت اللي فوق بيتركوهم بحالهم بس وقت اللي فوق بدون يحطوا حطب على النار أهي بدي تشوف الناس عم تتقسل رح ننتقل هلأ كمنا لمسؤول العلاقات العامة بلجنة أهالي العسكريين المخطفين الشيخ عمر حيدر نهارك سعيد شيخ ويعطيك ألف عافية يعني ما عم تتركوا الخيمة ما عم تتركوا الألمون حاملين هيد القضية حضرتك يعني مسؤول العلاقات العامة حضرتك يعني بتصير معك التواصل المباشر أكام مع مسؤولين أكام يمكن بما يتعلق بالمفاوضات هل في جديد له علاقة بالتفاوض إذا فعلا في تفاوض للأسف للأسف نحن قلناها البارحة وكل يوم من أولى الحكومة اللي عنا عودتنا أنه تزلنا أكتر من هاك وتنايبنا بالشارع أكتر من هاك إذا ما زلتنا وما زلت شعبها لأنه عندنا احترام كتير لشعبهم ولأبنائهم وخصوصا أبنائهم المؤسسة العسكري وأهليهم إذا ما زلتنا ما بيتحركوا فكان أولا أننا تحركنا بدون أنه يتحركوا هنا على الشارع وبدأ الملف بالتحرك وبفتح الملف ولو كان بشكل خجول نحن حتى الآن ما في أي بادرة أنه يتصلوا أو يخبرونا أو يعطونا أي أشياء إيجابية عن هذا الملف إلا أنه تكتموا بعض الأوقات وتكتموا على أشياء اللي بتفيد الأهل وتريح الأهل ولكن تكلموا بالحسم العسكري اللي بيخلي الأهل السيقوم ويقب أكتر ويتحرك أكتر ويصير يخاف على أبناءه أكتر وتكلموا وأعلنوا حرب على الدولة الإسلامية كمان أعلنوا علنا مع أنه هذه لازم تكتموا عليها مثل ما تكتمت عليها الدولة التركية حتى جابت أبناء وحافظت عليهم وصاروا بين أيديهم وبلشوا ببعض الأمور اللي بتوجه نحو الحرب إلى الدولة الإسلامية تكتموا عليها تكتموا كثير علينا نحنا ما تصلوا فينا ولا حطونا بالأجواء ولكن الدولة التركية تكتمت إلى ما بعد أن أتت بأبنائها إلى ربوع وطنها وإلى أحضان أمهاتهم نحنا لبنانية للأسف للأسف الشديد برجع أقول أنه تكتمت علينا بأشياء كثير يجب أن تحطنا بالجوفية يجب أن تحط الأهالي يجب أن تبردهم يجب أن تجعل الأمهات تنام بأطمنان لازم أما الأمور لازم تتكتم عليها ما تكتمت عليها وأعلنتها حربا كان أو حسما عسكريا كان وهذا الأمرين بضروا بأبنائنا شيخ أمر أما الأمر الثاني أما الأمر الثاني من بعد إذنك تفضل أنا برحب بالأستاذ سيلم زهران ولكن بقل له كمان قال له الله يرحم بيك أن يجبر الكسر قال له الله يرحم بيك أن يجبر الكسر قبل ما ينكسر نحن إذا بدنا نفتش على السبب لوصوله شيخ عمر أنت عم تساين الموضوع يا شيخ عمر أنت عامل وظيف لحظة لحظة هذا مش من أهالي مختفين هذا عامل وظيفة سياسية الله يرضى عليك شيخ عمر أنت عمل وظيف بعراق سياسي اطلع على المشارك وحكي مثل عوائل مخلصين ومتلك ملك على هذا النظام الذي كان هو سبب لا تساين يا شيخ عمر إذا أنت بدك أن يطلعوا من الاعتقال شيء وإذا أنت بمحب يا شيخ عمر يا شيخ عمر يا حبيبي يا عيني يا روحي إذا أنت بدك المعتقلين يطلعوا من الخطف شيء وإذا أنت جاي تعمل متراس سياسي شيء تاني أرجوك أنا منتبه يا شيخ عمر أنا منتبه لمحور سياسي وما بنكر هذا الأمر بس مسألة المخطفين نعم نعم نتزم الصمت وعم نقول ما بدنا نسيس الموضوع أنت هلا عم تسيس الموضوع يا شيخ عمر الله يرضى خلي أحكي بس ما كمل فكرته وحاش تخطفوهن وحاش تستثمره بدم الناس واجه عننا أنت مفرحكي مثل ما نظام عم بحكي أنا أتساين خلي أحكي سياسي بس معبر عن فكرته خلينا نسمعه خلي عبر عن رأيه وبعدين حضرتك بتعلي اتفضل نصيحة من سيس يا شيخ عمر لا أنت 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 السبب هذه القوضة وسبب العسكرية اللبنانيين هو النظام السوري فنحنا منقول ألا نعنط الله عليه لأنه هو اللي كان السبب شيخ عمر شيخ عمر أنت ما لازم كون بالألمون مع داعش والنصر يا شيخ عمر رقاعد فوق أنت لازم تكون مع الخطف ليس مع المخطوف من ليه على حقي عبوكرا للصبر أتفضل أنا بس أنا عندي السؤال خطف أنت شريك بالخطف أنت شريك بالخطف أنا مع المخطوف وقع على القلمون أنت مع الخطفين أنت مع أبو بكر بغداد خليني ساكت أحسن لك شيخ عمر شيخ عمر إذا بتاع بمعروف أنت بشر كل اللي حدو بس هذا الكلام ما بيفيد أنا مع ألماني أنا مع أمهات هذا الاتهام مردود عليك يا سيد سلم هذا الاتهام مردود عليك شيخ عمر إذا ممكن تسمعني إلي خلينا نحكي بموضوع بقضية المخطوفين لأن القضية هي تمسك لللبنانيين وما حدا ينكر أن هؤلاء استقبلوا لبنان كنازحين وحتى كصوار وكمسلحين هاربين من الموت ولكن كيف ردوا الجميل النائب معين المرعبة قالوا هكذا تردوا الجميل ونحن نعرف النائب معين المرعبة قداش هو مؤيد للثورة أكن هو والنائب خالد داهر وقالوا هكذا تردوا الجميل ولكن ما رح نفوق بهذا الموضوع أنا بس بدي أسألك سؤال مباريح طلع خبر أنه في صواريخ طالت المغاور الموجودين فيها العسكريين وأنه هن بخير أنتو وصلكم شي خبر أنه هن فعلا بخير أنتو تبلغتوا ما تبلغتوا عبر أي قنوات إن كان لبنانية أو غير لبنانية أبدا إلا على القنوات اللبنانية التلفزيونية إلا على القنوات اللبنانية التلفزيونية شيخ عمر إذا بتاع معرف ممكن تمرق الميكرو لحدة تاني لأنه يكون في أكبر مشاركة ممكنة من أهالي المخطفين المعتصمين في الوقت الذي نحن مخصص لنا يمكن بدنا ننتقل لعمر خضر محمود خضر يعني السيخ محمود خضر لازم يكون بالألمون السورية مش بالألمون اللبنانية هذا منطق لحظة يا ستنا منطق تسيس الموضوع والله حرام لا ما يخليني أطلع عن الهواء ويحكي ما يخليني أطلع عن الهواء ويحكي أنا بالألمون اللبنانية أنت منتح الصفة وأنت عندك خطاب سياسي داعشي وقاعد بين الناس ماهو القدقت فإذا مرضت على قد تسين من أطلع عن الهواء عليكم أنا ابدا أمنم انا مردود عليك أما مرضت عليك أنت عمدر الآخر يا سيد سيطة أما مرض Ping اسامل مع quoi ما يقول أنا شيخ سيطة لا تضح р الزرا واللي دبح أَنَ نصر اسامل الحمد أقدر أLED هال فإن اصب ما هذا؟ لن تعمل معروف شيخ عمر أمريئ مكرول ما هذا؟ لا تعمل معروف شيخ عمر مرئ النكرول لن تجعل ذلك كل أحد يتعلق الفكر سياسي أنا أول إنسان أول إنسان كل أحد عبر على رأيه لكن لن تعمل معروف لن تقول أيضا شيخ عمر من بعد ذلك، دعني أنني أمريئ هالفكرة نحن منا بمواجهة مع حدا نحن من أول يوم نزلنا فيه على سيحة الشهداء نحن مع الشيطان الأزرق إيجاب يجيب أولادنا نحن منا بمواجهة مع إنسان نحن مع كل إنسان بيعمل إنساني وبيتكلم بالإنسانية وما بيحور الموضوع وما بياخذ الموضوع إلى أطراف أخرى لن كان من تيار المستقبل ولن كان من 8 آزار ولا من كان من أي جهة السياسية نحن عندنا فصول أربعة ما عندنا تماني وأربطاش عندنا فصول أربعة عندنا مذاهب عندنا سنة شيعي درزي نتكلم بهذا الأمور نطلع من هذه الأمور ويستفيدوا من هذا الموضوع شيخ عمر إذا بتعمل معروف بس إفساحا بالمجال الأهالي القضية بعيدة عن السياسة يعني الأولوية هن العسكريين المخطفين لا داعش ولا النصرة ولا الجيش السوري الحر ولا الجيش السوري النظامي ولا أي أحد لبنان أولا هذا الشعار لازم يجمع كل اللبنانيين قبل ما نحكي عن سورة وعن نظام يمكن لازم على أرضهم هن يعملوا هذه السورة أو هذه الحرب مش على الأرض اللبنانية السيد محمود خضر أنت شقيق المخطوف يحيى خضر نهارك سعيد الله يصبركم ويقويكم إذا بتعمل معروف تخبرنا توجه رسالة عبر شاشة نهاركم سعيد خاصة بوقت اللي فعلا دايما بتتاخد هذه القضية بالأمور الأبعد من الهم الأساسي هو هم الأهالي ووقت اللي بنحكي فيها بالسياسة تسيس داخليا وأقليميا تفضل نهاركم سعيد أولا أحنا يعني تحركاتنا كلها إنسانية نعم أحنا تحركاتنا إنسانية وعملنا إنسانية ما بدنا ندخل لحرب الدولية على الدولة الإسلامية ولا على جبهة النصرة ولا النظام السوري ولا غيره هذا كلها ما بيعنينا برافو أمهاتهم إحنا يعني إسه لهلأ خيه ما عرفنا عنه أي معلومة أي معلومة إلا جريح وده اللي بقلب الإيلية لا الدولة عطتنا معلومات ولا قدرنا وصلنا لأي معلومة وبدأي إضطرق لبرنامج على الأل بي سي برنامج دوم أقراطية اللي بيعملوا بألف شرب الخليل إنه بارحة أهان العسكريين والسلك العسكري كله وأهاننا لأنا وإحنا ما بننسألوا إياها هايدي لأن الدولة بينه وبينه إذا ما أخذتنا حقنا منعرف كيف بدنا نأخذ الحقوق وأحنا منطالب باسم كل الأسرة أهالي الأسرة منطالب جميع المسؤولين مع أنه هني عب يعطونا قبر تخدير بس أنه مثل ما تفضل أخ نزام أنه ما كانوا مجلس النواب ما كانوا من مجلس الوزراء يتفضلوا ما حدا يقلنا أنه أنا بوافق ومني معارض ما اجتمعوا كلهاتهم وقالوا هنتفاوض مثلا على العسكريين والسجداء روميا ما حدا عمل هذه الخطوة وكمين بطالب كيادة الجيش أن أتلاحق هالأخبار التي نشرها شرب الخليل على درنيمش كاوو هذه المشكلة مع شرب الخليل أو المشكلة فعلا مع مجموعة إرهابية خاطف العسكريين أستاذ يعني معلش أستاذ خضر ما هي المشكلة نحن رحي هن ينجحوا يجروا البلد يمكن لمشكلة داخلية بين بعضهم اللبنانيين ووحدا بسم الخاطف والمشكلة أنه الخاطف هو اللي عم بيبتز لبنان هو اللي عم بيجر لبنان للمشاكل من بعد ما دبح أول شهيد والتاني وأعدم الثالث عم بقول القضية هي قضية داخلية أكثر من أنه هي يعني مواجهة لبنانية شاملة مع الخاطفين المسلحين بالجرود اللي عم بيعدموا بهذه الطريقة الوحشية العسكريين هلأ القضية القضية بما أنها داخل أراضي اللبنانية هي أراضي هي قضية داخلية شو بتقول للخاطفين حضرتك اليوم حضرتك خيك مخطوف شو بتقول للخاطفين يلي الدولة اللبنانية استقبلتهم كنازحين كهاربين من بطش النظام السوري شو بتقول لهم توجه لهم رسالة طالما هن قوية بالإعلام يعني أكيد بيرصدوا كل شي وشو بتقول لهم ياريت أعرف أنه خي مخطوف لأن من أعرف لا طيب ولا ميت بأراضي أرسال فوق للي تركوا الجيش ومعهدوا برمو عليه خيك مبين ولا مرة أستاذ محمود ولا مرة بيان بس بده يسمح لدقيقة خلي 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 ولا عرفنا على عدم وقلبه نعم يا خينا الحبيب خلي خلي سكين بس لأعطيك معلومة الشهيد الضناوي مش مظبوط أنه خيك تركوا الجيش وما فتشوا عليه الشهيد الضناوي بعد ثلاثة أيام من المعركة لقى برم على الجيش ولقاه خيك موجود مع المجموعات المسلحة سواء طيب أو ميت مش مظبوط أن نقول الجيش ما فتش عليه الجيش فتش لقى جسمان الشهيد الضناوي ورجعوا لأهله أكلا كماني ما نجلد حالنا زيادة على الزوم اللي خاطف هو داعش والنصرة بس فتحمل مصولية يعني قيات الجيش والحكومية تجي تحكي مع الأهالة مظبوط معك حق رئيس الحكومية الجيش ما في يحكي مع الناس استقبلوا قائد الجيش لأنها هي كلمة مفقود نعم تفضل أستاذ محمود نعم تفضل أستاذ محمود اللي قالوا لنا يا كيات الجيش أنه مفقود متصوب ومفقود يمكن يكون انتلق بالأرض وصفى دم ومات ماني عابل لك لا نعم بس أنتوا بتكون جواب تعرفوا شو مصيره ما هيك بدنا نعرف مصيره أكيد بدنا نعرف لأن الحيرة قتلتنا لحنا أكيد هيدا حقك انت باقي بالاعتصام مثل ما تفضل دي أنا بدي إذا بنتوجه للخاطفين إذا خي معهم أكيد هو معهم والأخوة كليتهم الأسرة حني أخواتنا نعم بتوجه لهم وقل لهم أن الشعب اللبناني إجمالا كليت وحضان النازحين السوريين وهي ضال ولاد الشعب اللبناني الإراء السياسية والمواكف السياسية اللي احنا ما خصنا فيها ولا بيطلع بإيدنا نغير فيها فنتمنى عليهم وبنطلب منهم أن يتلطفوا بأبنائنا اللي هني أبنائهم كمان لأن مثل ما حضرنا أبنائهم وتفضل قال النائب معين المربي يتفضلوا يحدنون لنا أبنائنا ويردون ونتمنى إذا خيه مع جهة خاطفة نتمنى أن تعلن عنه وتريحنا شوي لأن مننا يعرفين إحنا عنه شيء بما أن دولتنا منها تخبرنا أي شيء فيمكن الجهة الخاطفة يكون أحسن من دولتنا وتخبرنا أستاذ محمود يعني الله يصبركم عكل حال أنا رح أرجع معكم طبعا بشقة تانية من الحلقة مع أهالي تانين يوصلوا واجعوا إن شاء الله رسالتك توصل بس يمكن نستبعد أن يكون عندهم رحمة ورعفة هالخاطفين رح نرجع لكم نحن بعد شوي أستاذ سلم شاء عندك تعليق قبل ما نرجع ننتقل لدهر البيضر الحديث أول قول أنه والله يمكن يكون الخاطفين عنده الرحمة أكتر من الدولة هو حديث منه دقيق أنا بفهمه بالعاطفي ولو أنا مطرحني ممكن أحكي ممكن عم نصرنا بستوكولم سندروم بس كمان اللي بتبع عليه السيد وبتبع عباس مدلج وبتبع محمد حمية هذا ما يتوقع أن يكون عنده رحمة هذا مش حق هذا كلام يائس على مزبوط معك حق بس كمان في شقان لا لقواس على الجيش اللبناني بينفع مزبوط ولا تحييد نصرى وداعش رح ينفع بدون نحكى مع السلطة السياسية بدون نحكى مع رئيس الحكومة أمام السلام يقول الرئيس تمام سلام سوف يحجبون نيويورك سألتك سؤال يا ستنا أي أفضل نسكر طريق الألمون وشتورة على الناس الراحة وجاية على شغلة ولا نقطع طريق إسرائيل الحكومة قدام بات تمام سلام يروحوا يتظهروا رحوا شوفت الأسلاك الشائكة اللي نحطيت ويروح يدوروا على المصالح الدول الصديقة لهذه المجموعات يروح يدوروا على السفارة التركية والسفارة القطرية يروح يدوروا على المطرح يبين صنع فيه القرار يروح يتظهروا قدام سجن رومي ويمنعوا أهالي الشركة بيخطفوا أولادهم أن يفوتوا يشوفوهم مثل ما عملوا أهالي مخطفين مثل ما عملت أوميجا هذه الحركة صحيحة بس هذه الحركة بدأت تطوير قدام سجن رومي هناك المطرح الصح مش أنا بفهمهم وأنا عم بقول لك لو أنا مطرحهم بأعمل ذات الشيء بس أطع طريق إشتورة على هذا المزارع ينزل بضاعته على بيروت أو على هذا الشاب اللي طالع على زحلة هل سأقدمه ويأخر وإذا مفكرين أن الوزراء بيتأثر وما بيتأثر موكب الوزراء والنواب والمسؤولين بيمشي عكس السائر على الخط الثاني وبدلوا نزمرون وليمرون بدوا ينقطع على الخط على الناس المعطرين اللي مثلهم عم بيشتغلوا برأيي غلط أنت عملت تجربة ستنادة مع مخطف فيه وأعتقد أنت أفضل مني تكوني بهذه المطرح هلأ تحكي عن هذا الموضوع مخطف فيه عزاز كيف نحلب مسألتهم هكذا بالشفافية وعالهوى حلت مسألتهم رح نحكي عن موضوع يوم اللي راح وجعوا الخاطف بس بدنا ننقل على ظهر البيدر لأنه كمين جزء من أهل المخطفين العسكريين قطعوا طريق ظهر البيدر وفي كلمة بيان بدوني يتلو قبل الكلمة يا أخوتنا بس في كلمتين صغار للدولة يا دولتنا العتيدة وعفوا للتعبير نحنا صلنا 55 يوم عايشين بصفة كذب ليش لغاية مبارح لغاية آخر نصرة أخبار مبارح بالليل نحنا معتقدين أنه ملف العسكريين والأسرة هو بأيادي أمينة بس لغاية مبارح ويا دولة لغاية مبارح بقولوا يا أخي هيدا الملف فيه ناس بالحكومة مش مباشية لناديا بس لغاية مبارح صار العكس يا دولتنا كانت الكرع بملعب غيرك مبارح بس الكرع اليوم بملعبك أنت فإذا ما إذا ما عندك إذا ما عندك استعداد تعرف يتلعب بهاي الكرع ما ليس معروف أعطيها لغيرك أتنين أتنين أول شي نحن ما بننا خلية أزمة نحن بننا خلية نحل بننا خلية نحل للحل بننا خلية حل ما بننا خلية أزمة لأنه هاي الأزمة صلى بهاي البدد 30 سنة وبعدها بن حلت فنحن بننا خلية أزمة خلية حل ما بننا خلية أزمة إلى وزير العدل يا معالي وزير العدل مش من زمان مش من زمان وليد باك جملات صاحب العقل الكبير قال كلمتين يا جماعة سرعوا في ملف سرعوا في ملف الأسرة في سجون رومي سرعونا بهذا الملف كان الجواب يا معالي الوزير الذي نكن ونحترم كان الجواب لطش ما قبلتم منه فنجي يا معالي الوزير سرعوا بهذا الملف رعفة بأهالي الأسرة وعمهية الأسرة وأطفال الأسرة وسائل العلام بعدين يلا يلا عشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأمم سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد نحن أمة مسلمة موحدة تأبى الظلم والتعدي إن كان عليها أو منها ومن هذا المنطلق فإننا كأهالي مخطفين همنا الوحيد رجوع أبنائنا المظلومين بأي ثمن وبالتالي نربع بلولتنا الإنصاف في ملفات المسجنين في سجن رومي ومن الذين قضوا سنوات دون محاكمات عادلة ومنهم قد تخطى مدة سجنه مدة محكوميته وهذا الظلم بعينه وهو ما أدى إلى ما نحن فيه اليوم وأيضا النظر في وضع المعتقلين حديثا لدى قوى الأمن لدى القوى الأمنية والجيش إذا أمكن ذلك نتمنى من الخطفين ثالثا نتمنى من الخطفين الرأف بأسرانا وأحبائنا وبقلوب أمهاتهم وزوجاتهم وأطفالهم ومما يبرد قلوبنا هو أننا على يقيم بأنهم يعاملون يعاملون معاملة حسنة وأخيرا إننا نناشد الشيخ مصطفى الحجيري والشيخ أبو مالك والإخوة في هيئة العلماء المسلمين أن يكملوا معروفهم بالسعي لإطلاق باقي الأسرى المظلومين ولهم الأجر من الله عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول مبارح أول مبارح من أول مبارح لليوم حدا تصل فيكم طمانكم لا 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 مبارح حطقت زوجة علي البزال بجمهة النصرى أو بالخاطفين هل أنتوا تلقيتوا وعود بلقاء ذويكم لا لا نحن نحن حتى وائل حتى الأسير وائل حمص بعد ما اتصل فينا نهائيا وهذا شيء هذا ورواد من الرحمن ثلاث أسرى ورأيان سلام هذي ثلاث أسرى بعد ما حكى بعد ما حكوا مع أهليهم ولا مع زوجاتهم فرجاء رجاء أنه أي رسالة تصل للخاطفين رأفة بأهليهم وزوجاتهم قالوا يتصلوا على القليل يبرد همون شوي شيخ هناك اتصالات لفتح الطريق لأم ترح تضلوا بسكرينها هلق هلق بعد شوي هلق بعد شوي بس أنا عندي نداء أنا بناء نداء إلى أهل الأسرة ولا أخوتنا جميعا نحن كلنا محترقين نحن كلنا قلوبنا محروقة بس هذا النداء هذا النداء من صاحب العقل الكبير وليد باك جمبلات يا أخوتنا نحن شوفوا النازحين النازحين الأبرياء النازحين الأبرياء حرام نظلمهم نحن إذا ظلمناهم نحن نكونوا عن نرتكب جريمي النازح السوري ما إلو ذنب نحن نحن مشكلتنا مش مع النازحين نحن مشكلتنا اليوم مع الدولة وبس هذا كل ما عندي ما جوابتنا عن الطريق الطريق رح تنفتح شيخ مع التفاول يا حي سيد حسنان نحن لغاية مبارح لغاية آخر نشرة أخبار مبارح نحن كنا معتقلين أنه القصة القصة مسكرة عنده سيد حسن عرفت كيف تبيننا اليوم أنه العكس تبيننا أنه العكس القصة عند الدولة نحن مشكلتنا اليوم مع الدولة فهي دولة شوفوا شو بديك تعملي من أجل الإفراج عن أسرانا شيخ شو بدك تقول للمواطنين اليوم الطريق مسكرة لأم تبقيين للمواطنين أنا أول شي نحن نحن بنعول للمواطنين للمواطنين أنا بإسمي وبإسم أهل الأسرة نحن بننا نعتذر من كل مواطن سبب نيل وتعب وإزعاج بننا نعتذر من كل مواطن ما وصل على وظيفته بننا نعتذر من كل ضابط من كل ضابط بالجيش وعسكر صغير وكبير نحن أخرناه وسبب نيل وإزعاج نحن بننا نعتذر منها وكل الناس كل الناس لأنه معلون ذنبهم الطريق بيك حتى إشعارا آخر شو المطلب اليوم لفتح الطريق المطلب المطلب على القليلة المطلب نحن ما بيكفينا رحظة رحظة شوي نحن ما بيكفينا اتصال من وزير الداخلية أو وزير العدل أو وزير أو حتى وزير جمهورية إذا فيه فس يا عيب الشوم ما فيه رئيس جمهورية يا خي لو فيه رئيس جمهورية يمكن الحلت القصة نعم حلأ كمان نتالي مع كلمة لريمان جابر وهي شقيقة العسكري المخطوك ما يموجه أولا باسمي وباسم أهالي الأسرة نتقدم بأحر التعازي لأهالي شهداء الأبرياء ونقول إن تضحياتكم وسام وشرف يزينوا صدر الوطن وأكليلوا غار يعلوا جبهته ورماءكم الزكية منارة نهتدي بها بعد مضي أكثر من شهر ونصف على اختطاف أبنائنا وبعد أن استنفذنا كافة الوسائل والسبل السلمية وبعد أن لمسنا تسويفا ومماطلة وعدم جدية من قبل الحكومة في متابعة ملفنا وتعريض حياتهم من الخطر والتهديدات المستمرة من قبل الخاطفين لم نرى أي تغير في مصار عمل الحكومة وأي إيجابية ونأجب ذلك فقد طفح الكيل وجئنا اليوم لتبليغ الحكومة والمسؤولين تحذيرنا بأن نحملها مسؤولية ما حصل وسيحصل فأنتم ضعهدتم باستعار الجنوركم الذين ضحوا بكل غال ونفيه صدر الخطر عن لبنان ونحن اليوم طالبكم ألبر بعهدكم فحياته أخي ومن معه وأمان برقبتكم وهم ينتظرون جهودا عليكم بذلها مهما كان الثمن ليعودوا إلى ذويهم الذين ذوت قلوبهم وناشد ذوات الرئيس سعد الحريري الذي لا شك عندنا في وفائه لنا كما كنا أوفياء بدم الشهيد رفيق الحريري فأنت يا شيخ سعد قادر على المزيد من أجل إخراج أسرانا ويوزير العدل مطالبك بجعله ميزان العدل نصب عينيك فهل شريعة السماء والأرض تقضي بترك أخي ومن معه ينؤون تحت عبء الخوف على مصيرهم وسكين الموت تقترب من رقابهم مع كل لحظة تمر ونحن لا حول لنا ولا قوة إلا بالدعاء لهم وهي ضوات الرئيس نبيه ذري الذي كنت وما زلت جامعا للبنانيين تحت عيسى الدستور والعيش المشترك فقم كما عهدناك ونحن على يقين من ذلك ويا الرئيس وليد جنبلات طلبت بالمقايضة كما وعدتنا وكنت السباق في المطالبة فشكرا لك والف شكر ونتمنى من كل أفريقاء أن يحظو حذوك ويا العلماء المسلمين نشكر جهودكم ونتمنى أن تتابعوا المسيرة وهنا شد كل لبنانيين الذين كانوا أفيا للوطن فنحن جزءا من هذا الوطن وأسرانا اليوم هو بابداء الوطن كله وليس محصوبين على أي طائفة أو جهة وإلى من يرفض التفاوض نقول احذروا من غضب الأباء والأمهات فكثيرا من المسؤولين على مار العصور ذهبوا إلى مزبلات التاريخ بفضل شعوبهم وكثيرا منهم أصبعوا عظماء بفضل شعوبهم وأخيرا الرحمة للشهداء الحرية لأسلانا والبقاء للوطن مع أصعب الضحية بس يحكي مع الجلاد معه حق سماحت السيد مبارح أن البلد كله مذلول كل واحد فينا عم بعيش حالة ذل قال أن الحكومة عم بتفاوض من موقع ضعف ضعف وزل كيف؟ ليش منوقع؟ سماحتنا الكريمة نهار القرار سماحت السيد بده يحكي بلجت الصحاف الأجنبية والغربية وأحدى الزاملات بأحدى الصحف الأجنبية الكبرى اتصلت فينا شو معقول يحكي سماحت السيد وليش اختارت توقيت هلأ وكانت معتقدهي بسؤالة أنه العلاق بموضوع الغراط على سوريا والحارب والآخرية كان جوابنا عن معرفة مش عن تخمين اللي خلى سماحت الأمين العام السيد حسن نصر الله يطل مبارح هو وقت اللي شعر حزب الله أنه فيه حدا عم يكذب على عوائل العسكريين المخطفين أنه حزب الله يفضل التفاوض بالحكومة حزب الله وهذه عم مسؤولتي من أول لحظة راح انتمام باكسلام قال له الحال هو بالتفاوض وقال له بمجلس الوزراء وفيك تسأل كل الوزراء نحن موافقين على التفاوض خلينا نفاوض حتى مع اطلاق السورية لكي يطلق أيضا موقفين من معارك القلمون موجودين عند السوريين نعم وهم يعرفوا الحكي وتمام باكسلام تسمع الحكي بداية حزب الله جاهز على أن يساهم في اطلاق المخطفين حتى لو اضطر أن يستخدم مونة السيد حسن لدى نزام من معارك لا مشكلة ليس أول مرة انت بتذكر مخطفين عزاز رهباب معلولة السيد حسن تصل بالرئيس لأسد بمونته الشخصية بمحبته الشخصية وتم اطلاق موقفين اليوم حزب الله جاهز على أن يساهم في هذا الملف من موقع القوة ليس من موقع الضعف يريدك تعملي حال جدي وحقيقي ليس معه حق تمام باكسلام وقت اللي قال أنه نحن عملنا اتفاق عبر الوسيط القطري ما بتعدمه وبنفاوض مع أول ما كان في الوسيط القطري أتلوا عباس مدلج وإلى سبب لأنه اليوم القطري عم بيشارك بالتحالف في الدول الجديد وخسر ردا على القطري هو لا وردا على قلب اللعبة اللبنانية وعلى تسكير جرود عرسال بدك تعملي هاي المعادلة بتعمليها بالقوة كيف تعمليها بالقوة لما نكون عم ننظر عن الناس بتقولي في ثلاث أحكام بالأعدام صدرين بحق موقفين إرهابيين بنتموا لداعش ومصرة كل عسكري رح تخطفوه وتذبحوه نحن من المقابل رح نفسك من أنك أحكام بالأعدام صدر يعني عندك من نعيم عباس وانتي وماشي صدر أحكام بالأعدام هاك بنحكى معهم لا الأساسيين هاك بنحكى هاك بنحكى العين بالعين هاك بنحكى بنقال لهم أنه كل العسكري بتعدمو رح نعدم شخص من اللي انتم طلبين بالإفراج عنهم شو اللي بيمنع الحكومة تعول هذا الشي الحكومي لأنه في كلمة بيستحر واحد حكي على الهواء الحكومة بلا إجران الحكومة بلا أركاب الحكومة ملتهية بتجميع المصاري وبالخطبات وبالزيارات الدولية ما في حسابات إقليمية تمنع هذه الحكومة رح نحكي عن هذا جزء مننا أنه الحطين دينتهم عند الأمر ويسمعون أمر الخليشي بيقولولهم إذا العلاقة بين قطر والسعودية منيحة منروح على قطر إذا بتخرب العلاقة منروح على قطر إذا التركي بيقرب على التحالف ونقرب على التركي إذا بتخرج هذا مش حل الحل الجدي والحقيقي بتدرج أول معادلة كل معدمة عسكري رح أعدم لك موقوف اللي أنت طالع بحقه الحق الأعدام في أصوات المجلس الوزراء قالت هيك وزراء الكتائب حكيوا عن هذا الشيء معه الحق وسجعان القز جريء بهذه الموقف خاص بالسياسة بس بين موقفه جريء اثنين بعمل معادلة تانية شرفه بتكون موقفين معركة أرسال هذا الموضوع أنا أقوله على الهواء قابل للتفاوض هلأ اليوم عند الجيش اللبناني فيه حوالي 150 موقوف عند الشرطة العسكرية 150 موقوف يشرفوا فاوض عليهم هؤلاء الموقوفين معركة أرسال لا فاتوا على المحكمة ولا طالب يحقون أحكام ولا بحاجة لمخرج قضاء يعني فيه بإيدة للدولة أوراق قوة هي مش عم تستخدمها ووحدة من أوراق القوة تنفيذ أحكام الأعدام وإطلاق موقوفين ولي عرض السيد حسن نصر الله أنا ومونتي وحزبي بتصرفكم شو بدكم نحن حضرين بل أكتر من هيك تجربتنا بالتفاوض جهزين الحج وفيق صفا فاوض الألمان بموضوع مخطفين الإسرائيليين الأسرة الاثنين مين عرف أنه جثمين أو أحياء أو طيبين العالم كله ما كان حدا بيعرف إلا السيد والحج وفيق وما حدا لاحظت المفاوضات عبر وسائل العلم لاحظت المفتح التابوت نعرف أنه هولي ميتين هيك بتفاوض الناس يمكن بدون كارسن للحج وفيق ما بعرف نعمل له نياس لأنه في لا نجد في إدارة معفنة خلينا نرجع نفوت بتفاصيل أكتر يعني بمعلومات أنت يمكن تملكها حول هذا الملف التفاوض أو اللا تفاوض والحسابات الداخلية والحسابات الخارجية وشو العقبات التي تقف في وجه الحسم في عرسال وجرودة مثل ما أنا ذكرت بالمؤدام لأنها كتير أسئلة عم تتكرر من وقت ما إجا القرار بوقف الحسم من الجولة الأولى ولكن مطارين نتوقف مع أول فاصل أهل نتوقف طولنا عليه ونرجع كمان مناخد مداخلتان من أهالي المخطفين في القلامون ومنتابع حوارنا مع الأستاذ سلم زهران خليكم معنا متابع حلقتنا بالمحور الثاني أستاذ سلم أنا بدي أسألك يعني لافت بكلام والد أحد العسكريين المخطفين يعني عم نشوف من كل الطواقف معنا المؤسسة العسكرية وحتى قوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية بتشمع كل اللبنانيين أنه عم يحكي أنه قلته يا حكومة أنه في قوة وعرقل هذه القوة أعلنت تبيرح وفضح تكون لما الكرة صارت بملعب الحكومة طبعا قالت لك أنا سمحت السيد حسن نصر الله اللي دفعه لأنه يطلع لأنه شعر أنه بلش ويحرده الأهالي عليه بالوقت اللي هو حريص على التفاوض وبيعرف لعبة التفاوض وفاوض الإسرائيلي غير مباشرة عبر الوسيط الألماني وفاوض النصر وفاوض داعش في معارك السورية عبر مجموعة وسطاء وتم تبادل أسرة وجثمين لهذه الطر سمحت السيدي غير بالأسلوب اللي هو الأسلوب العلمي الصامت ويطلع لها ويحكي الحكي اللي حكاة واللي أنا أضف طولك قال أن حزب الله جاهز على أن يساهم لدى السلطات السورية بإطلاق صراح موقوفين مثل ما عمل بمعلولة مع رهبات معلولة ومثل ما عمل مع مخطوفي عزاز تمام بك سلام لحد اللحظة أسلوب البارد ينفع بإدارة الدولة يظل هذا تنافر الحام لكن هذا الملف لا يمكننا أن نديره بإدارة باردة وبيهدة وركيكة وضعيفة أوراق القوة حتى اللحظة لم تستخدم وأنا باعتقادي لا أرى أن تستخدم قريبا وفي شيء أخطر من هذا معلي لو أريد أن يقلق أهل المخطوفين لكن يجب أن نخبرهم الحقيقة مثل ما هي اليوم التركي والقطري يبعب فيه لعب دور الوسيط إذا اليوم الطيران يكسف داعش بهذا الحلف كيف يطلع المندوب القطري يتفاوضوا اليوم كيف يطلع المندوب التركي يتفاوضوا اليوم وهو يطالب أن يريد منطقة بشمال سوريا يكون هو يشريك فيها وبالتالي يريد أن يستضر يعني كيف يبديل عن داعش بالمنطقة الشرقية بشمال سوريا بالبديل مثل ما أريد أن تسميها لكن بالأخير سيكون هناك طرف في هذه المعركة الحال عند الدولة اللبنانية كيف الحال عند الدولة اللبنانية أولا سنثبت معادلة تعدم أنت بنفذ حكم إعدام أنا اثنين الحكي عن موقوفين الإسلاميين في شيء مبالغ فيه مظبوط صرخة وليد بيك جمبلات صح أنه لازم نسرع بملفات في عنا شقين عنا القضاء العسكري والقضاء المدني بالقضاء العسكري لا يوجد ملف مؤخر على العكس من واحد واحد لواحد تسعة 2014 بتسعة شهور 180 حكم إرهاب صادر من المحكم العسكرية برئاسة العميد الطيار خليل إبراهيم 3640 ملف خلال تسعة شهور معالجين بالقضاء المدني لا يوجد موقفين تبرقوا أو طلعوا لا يوجد موقفين هناك نوعين يوجد نوعين يوجد نوعين جلسات مثل عمر بكري في ستو ويوجد نوعين ويوجد نوعين يوجد نوعين بحق أحكام لا يوجد مشكلة بالقضاء العسكري بالقضاء المدني في 17 ملف على الأنين بموضوع الموقفين الإسلاميين آفي تباطؤ فيهم من وزير العادل شكيب أردباوي أو أشرف ريفي من مهمته تحريك النيابات العامة أشرف ريفي أو شكيب أردباوي اللي صار بالبات تخيلي أنا وياكي لو حكومة نجيب مئات اليوم عم بتدير البلد شو كان صار كنا خلصنا من لسان 14 أذار كانوا جرسونا إنه وينكم مش هم تعاجلوا الملف لواء أشرف ريفي ابنة رابلوس معني بهذا الملف يسرف يشرف يحكي المجلس العدلة ويعجله بالملفات سأسلم رح نحن نكمل حوارنا ولكن بدرجة على خيمة الاعتصام بيئة الألمون ما عليك أنت حب اسمع صرخة الأمهات يمكن معنا الحجة عائشة والدة المخطوف خالد مقبل حسن ياريت معف إذا عم تسمعيني حجة حجة حضرتك موجودة بالخيمة ونحن عرفنا من زملائنا ومن زميلتنا فتون أنك عم بتنامي بخيمة الاعتصام أدى صار لك بهذا الخيمة وعندك أمل من خلال هذا التحرك أنه تعرف أي خبر عن ابنك فضل حجة عم نسمعيك نعم ما سمعت أنا أول شي ما سمعت حجة اليوم أنت عم تعتصمي عم بتطالبي بالإفراج عن ابنك وعودته بخير وسلامة لألك اليوم شو بتواجهي رسالة للدولة اللبنانية شو بتواجهي رسالة للخاطفين اللي خاطفين ابنك عم تسمعيني هلأ بوجه رسالة بوجه رسالة للخاطفين أنه أنا بترجيكم أنه ابني معكم ونحن قلبنا معكم شو بتقولي شو بتقولي لأبنك بقولوا لأبنك الله يحميك وبتمنى ترجع لنا هلأ هم اي شو كمان طب حجة أنت لوحدك عم بتكوني بالخيمة أو في حدا من عائلتك معك كل الوقت ابنك عائلته مين فيه ولاده فيه مرته معي أنا نحن وياهم معتص مين هم عم تعرفي شي أخبار معنا نروح معهم عم تعرفوا شي أخبار عم تعرفوا شي أخبار عم تعرفوا شي أخبار عم تلفزيون طب درت تمامتوا مثلا من الأهالي اللي طلعوا على الجرود أو اللي اتصلوا بأبناءهم خلوهم الخاطفين يتصلوا بأبناءهم على التليفون درت تعرفي شي عن ابنيك سألتهم عن ابنيك شفوه حكيوه كيف وضعوا لا ما في حدا نسأله بس اسمعنا عم تلفزيون إنه روحوا بعضوهم بعد كيلو متر عن محل الكينو وبس ما بعرف أكتر من هيك شي عنهم طيب حاجة يعني في غيرهم إنه تصلوا بأهلهم وحكوا مع أهلهم نحنا لو ما حدا بتصل فينا ولا حدا إنه أصلا ما بنعرف وين إنا حاجة حاجة في حديك يمكن نعمة العبد قريبة كمانا يحيا خضر ياريت فينا نسمعه ونحكي معه تمرقيلها الميكرو إذا بتعملي معروف نعمة إذا بتاخد الميكرو منك حاجة يعني نعمة إنتوا اللي بي هيك بيزيد يمكن واجعكم زيادة إنه مش عارفين شو ما صيروا ليحيا اي والله نحنا صرنا تقريبا هلأ شهر وناطرين وما عارفين يعني ما يعني ما حدا تبنى خطفوا عرفتي كيف نعم وفي رفقات وبيقولولنا إنه هو في ناس يعني شايفوا دل بالجيب وكان متصواب وهني راحوا في ناس بيقولولنا نزل كان بالأرض مرمي بالأرض واجهوا حدا أخدوا يعني لفوه بحرام أو شرشف ما أنا عارفة يعني كل حدا بيقول شي ولهلأ مننا عارفين يعني آخر الشي إنه أوكي يعني إذا الجيش قاتلوا وما عم بيحكي ويخبرنا بس نعرف إنه على الأقل مقتول جيش بيقول قاتلوا الجيش قاتلوا هذا التعبير هو ابن المؤسسة العسكرية كيف الجيش بيكون قاتلوا ابن المؤسسة العسكرية معقولي ما بتعرف لهلأ جيشي وين مخطوف وين رايح في ناس كتير طلعت على التلفزيون وتبنت المخطوفين عم نشوف فيديووات ليش يحيا خضر مش معروف وينو ولا بيقولوا وصلوا حتى للآلية اللي كان عليها مش هيدا ابن المؤسسة ما عم تقولي ابن المؤسسة طيب أوكي وينو يجيبوا خبر عنه لأمم اللي قاعدة لهبانة بلبيتس على شهر ما بتتناموا لابتاكن هل أصيب بإطلاق نار مع الشهيد الضناوي اللي كان معه هن يطلق النار عليهم بكمين اتعرضوا له من المسلحين هذا اللي نحكى واللي نقال بس حتى يعني ليش لحتى الأربعة يرجعوا وبس اللي يكتفي يا خضر اللي ما ينعرف وينو سلو 8 شهور هو بالجيش على فكرة 8 شهور ما قلو كتير وتصوى بالدورية اللي كانت عم تودي طيب بس نعمة عكل حال يعني يمكن ما سألتوا مثلا المسؤولين ما شفتوا بقيات الجيش قبل ما تقولي انت ما سألنا حدا ايجا الجيش لعننا نحنا من اول يوم اختفى ايجا الجيش لعننا نعم وخبرونا نحنا لما شفنا الجيش اول شفتها كان انه خلص انه هو استشهد بس هني رجعوا أملونا وقالونا انه هو حيا يرزق واختفى هو انخطف عرفت كيف يعني وقالا نحنا كنا بفوتة الجيش علينا نحنا قلنا انه اوكي مات هني رجعوا وقالونا وقالونا عايش صار لنا شهر وبيقولونا خلص هو عايش ونحنا منجيبه ونحنا هيدا ولهلا ما في ولا خبر شي منه ولم نعرف وين هو تبتوا مع بتجربوا تعملوا اتصالات مثلا مع الوسطة هيئة علماء المسلمين مع الشيخ مصطفى الحجيري تسألوهم مع ايئة علماء المسلمين مع الشيخ مصطفى الحجيري ولا مع حدا ما عم تتوصلوا مع حدا لا لا ما عملنا نحنا كل اتصالاتنا كنت مع المؤسسة العسكرية لانه في اهيلي عم يجيون اتصالات مع الخاطفين يعني اقلوا ما عم تقدروا تعرفوا من خلالهم او تعملوا مثل الوساطة تعرفوا اذا موجود عن داعش او النصرة مثلا لانه في وساطة لما داعش عم تخطف لما داعش عم تخطف لما داعش عم تخطف عم تقول انا عندي فلان وفلان حتى لما هونيك عم بيتباهوا لهلا ما حدا نحكي بشي عكل حل طيب ان شاء الله عكل حل يعني ببين شي نحنا نعطينا المؤسسة هن لازم يخبرونا هن المسؤولين رسالتك وصلت اذا يمكن بدنا نختم بس من عندكم بس يمكن كان بعد عنده مداخلة اخيرة الشيخ عمر حيدر بس ياريت اذا بتمرقله الميكرو ياريت شيخ عمر شيخ عمر عم تسمعني شيخ عمر ياريت شيخ عمر معلش نحكي بالإطار واذا بتريد استسالم معلش نحنا عم نحكي بقضية إلى علاقة اذا علاقة اذا العضية إلى علاقة بعسكريين مخطوطين لا نحن 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 خليه يحكي خليه يحكي بعد ما حكي الشيخ عمر شو عندك كلمة أخيرة قبل ما نختم هيدا الاطلالة معكم من خيمة الاعتصام بالألمون يعطيكم ألف عافية يعني إن شاء الله إن كان قطع طريق الظهر البيضر أو إن كان اعتصام يجيب نتيجة نحن أستاذي نحن أول شي مع الدولة الرئيس الحكومي لما نقال إنه إذا كان فيه استفزاز من الناحية التانية بالتهديد بالقتل أو الضبح ما في مفاوضات هذا الحق معه هذا أول من بند للمفاوضات كمان نحن نتوجه كمان لإله هو بالذات دولة الرئيس نحن طلبنا منه ضمن الأسر أو السراية الحكومية أنه نحن معك أنه هني عم بيهددوا ممنوع تفوض هني عم بيهددوا ما تفوض لأنه هذا منه أسلوب مفاوضات كمان من ناحية تانية كمان نحن أولادنا عندهم استاذ سلم لو ابنه أو أخوه عنده ما كان بيحكي والله معك أنا يا شيخ أمر معك الله يخلي خلي يحكي أستجاجها أستجاجك ما بدنا نسيس لا تستجاجه ما بدنا نسيس أنا لديك وأهلت أولتنا عني لا بس نحن بيهدد سييس ما عام بيهدد سييس أشيك أمر عم يحكي عن العظيم نحن نفوض نظام السوري ومدرمين يا عمر مارح سيد حسن عبدور أنا حاضر طلع مخطوفين من عندي لحتى أفرج عن أولادكم ماشي مش نوع من نحن نحرف الموضوع ماشي من نحرف الموضوع خلي حلال خلي المفاوضاتكم حلال على الدولة اللبنانية نعم عم تحكي حضرتك عن دولة اللبنانية وعن الرئيس الحكومي ولقاءاتكم معهم طيب إذا هي كانت الضمانة وأبلغوكم أنه يوقفوا عمليات القتل أطلعوكم على أشياء تفاصيل تانية أطلعوكم على تفاصيل تانية نحن الحكومي تكتمت تكتمت على المعلومات إذا كان فيه أمور جدية تكتمت عنها وما بيحكوا عنها حتى تصير بالإيد كل شي أما الأمور المبادرة التطمينات ما تطمينات كذا بلغت أنه في تطمينات المفاوضات ماشي كل شي ماشي بس أما الأمور الرئيسية اللي هي ما يتعلق بالوفد القطري ومطالب دولة الإسلامية والنصرة بمطالبها الرئيسية من حتى بسرطة كاملة حتى نعرف أن هل هي تعجيزية أم غير تعجيزية نحن غير الأمور التعجيزية لا يمكن أن يكون هناك أمور تعجيزية على رقاب أبنائنا وأولادنا العسكريين نحن لا يوجد شيء يغلع على أولادنا لا يوجد شيء أبدا يغلع على أبنائنا العسكريين لأنه هل هي حماية الوطن هل هي هل هي الذين يديفع عن الأرض هل هي الذين يجروا في لبنان هل هي الذين يحكوا صفا واحدا هل هي الذين يجمعونا هذين يجمعونا السن والدرزي والمسيحي والشيعي جمعونا حتى نفوت على السراية الحكومة ونقول له هدول الجميع كل السياسيين كل الأفريقاء اللي بعمرهم حياتهم ما تكلموا بتوحيد الصف هل جمعونا ضمن السرائل حتى نقول أننا نحن بدنا نعيش بها الدولة اللبنانية بدنا نعيش يدا بيد جماعات كلنا على هذه الأرض اللبنانية ما بدنا نطلع أو ما يحيجونا نروع على السفرة التركية ونقدم جنسيات تركية لأنه هانكي بيبين لأنه أفرزوا على السرائل التركية عم بتحفظ تسعة فلاتون نحن بدنا بدنا الدولة اللبنانية الدولة اللبنانية الدولة اللبنانية ما بدنا لا فلان ولا علان ما حدا يتخذ منبرنا الإنساني منبر سياسي نحن عم نتكلم بالإنسانية نحن عم نتكلم بهؤلاء الأمهات نحن عم نتكلم بطفلي تحت حر الشمس وهذه الخيمة اليوم ومبرحة مرضت وكل الهار وكل الليل استفراغ وهي ناطرة أبوها هذا العمل الإنساني هذا العمل الإنساني نحن عم نتكلم به نحن لن نتبع لأحد ولن نتبع لأحد ونحن مواقفنا معروفة ومن أول ما بدأنا العتصامات قالنا نحن منا بمواجهة لأحد وأي واحد بده يتخذ منبرنا الإنساني منبر سياسي نحن مبدنا وبيغينا عنه أصلا مش بس حضرتك يعني كثير من الأهالي كرروا هالشي يعني بدءا من نظام مغيطة اللي بلشت معه الحلقة على كل حال أنا شيخ عمر بدي أشكرك ونحن طبعا نتابع معكم دايما اعتصامكم بس نحن مضطرين لأنه خلص الوقت معكم المخصص لأنه نحن طبعا نتابع دايما مباشر اعتصامكم من الألمون وعم نرفقكم دايما يعني بأي تحرك عم بتقوموا هيدا حقكم توصلوا صوتكم كأهالي المخطفين ومتل ما ذكرت حضرتك يعني المؤسسة العسكرية بأبناء جمعت كل اللبنانيين خلافا لما تقوم به الطبقة السياسية متل ما قلت حضرتك بدأ أشكرك الشيخ عمر حيدار بدأ أشكر كل الأهالي الله يصبركم وقالا يقويكم وتقدر توصل يعني هيدا التحركات لنتيجة معينة بدون يصرخوا بوج الخاطف بدون يصرخوا بوج الخاطف ما يزعلوا مني ما في كتلهم أهالي لأن أولادهم مخطفين بس في هذا الأسلوب مش تحيوصلوا لمطرح حيضيعوا وقتهم على الفاضي وحيزلوا البلد أكتر ما البلد مزلول يروحوا على راس الهرم عند النواب وينهم بشمال يروحوا عند نواب بشمال قال نظام مغايت قال نظام مغايت قال نظام مغايت مردوا علينا مطلوا علينا حتى يعني ما الأهالي شايفين يا ريتهم كلهم حكيوا مثل النظام حسان السرور ومجموعة تولين كامشة بتلكلخ عند الجيش العرب السوري بقي حسان السرور طيب وفي مجموعة أتلت دخل اللواء عباس إبراهيم موسيط حط بونتو السيد حسن نصر الله وتم تسليمهم دون أي مقابل صح أو غلط صح يشرفوا يروحوا عند خالد الظاهر اللي يمون على داعش والمصرى يشرفوا يروحوا عن معين المرعبة معين المرعبة قال أنتوا رديترولنا جميل على رأسي داعش والنصرى بتخطف حزب الله بينساب داعش والنصرى بتخطف بشار الأسد بينساب داعش والنصرى بتدبع الجيش اللبناني بينساب كيف المعادلة ما كمان ما كمان في دواعش متسللين يعني هذا الداعش المتسلل من وراء وقاعد يترشع حكي بيشبهه متخلف مثله هذا أنت برأيك مع البغداد ولا مع العسكر ولا مع العسكر أنا على ذمتي أنه نص اللي عم بيحكوا باسم أهالي مخطفين مع البغدادة واني عم نفذ تعليماته وقت اللي بيتسلل يا حالك يفاق حالك يفاق بس اللي مزدوع اللي بيشوف أنه ابنه تحت استكين بدون يستجدل يعني معلي عم بيقولك لو الشياطين بيطلعون لنا أولادنا عم بيحكي عن يلي عم بيتسلل بين الأهالي وقت بيكون واحد أنا طالع معي بأكتر من برنامج هو وجهة نظر داعش والنصرة ونحن وجهة نظر الحكومة السورية شوية بيطلع قال عن ناطق الرسمي باسم الأهالي شو لقع لقاء بالأهالي لما خطوف لك خي ولما خطوف لك أب ولما خطوف لك ابن وأكثر من هيك أنت مع داعش والنصرة يعملوا وفد اللي هني مع داعش والنصرة باللبنان اللي بايعوا الدولة الإسلامية بمسجد طرابلوس تقوى يعملوا وفد ويطلوا على الجرود وقالوا لنخي يسلموننا أولادنا برأيك في حدا بيمون على هيدا نحن جبنا حسان السرور نحن جبنا حسان السرور اللي كان عم بقاءة للجوش السوري توقف مع تاني فاصل إعلاني لأنه ما عم بلتزم اليوم أبدا بالأوقات المفروضة للبرنامج هتوقف مع تاني فاصل إعلاني منتبع حوارنا بالشق الأخير منه أستاذ سلم يعني في حدا في كتير ناس عم تبعث لنا هيك أسئلة لحضرتك على تويتر فيني حدا عم بيسألك أنه يعني لمعليش اليوم أنت لو بتشوف أنه قديش إما هات المخطفين مجلوبة مجروحة وقديش خايفين عليهم أنت كنت وقت أخال خطف حجاج أعزاز يا خايدة عم يحدر غير مقابلة طول بالو أنا مع مواطن ما خليتني كامل بدنا نسمع الرأي في مواطن عم بيول تكت عم تحمل الدولة بمواطن مسؤولية بس اليوم هل عم تحمل الدولة وتماء على الهوى إذا عم يحدر غير مقابلة يتحمل مسؤولية اليوم الدولة والحكومة ورئيس الحكومة تمام باك السلام شو أنا مين عم تحمل وبتحمل مسؤولية داعش والنصرة ورعاة داعش والنصرة لأنني كمان خطفين العسكريين مين يخطف العسكريين منظمة الصديب الأحمر الدولي لنحملها المسؤولية أو داعش والنصرة أولا الحكومة تتحمل مسؤولية اثنان داعش والنصرة اللي خطف العسكريين ثلاثة البيئة الحضنية لداعش والنصرة واللي بتزقف لداعش والنصرة وكل من يبايع تلك المجموعات اللي هي خطف العسكريين هو يشريك بالخطف بهاقتهم بيحضروا حضن تاني. دايما أحكام غريبة عجيبة. يعني مبارح فيه شاخ بعتق مبات لحاجة حسن. عامل هجوم علينا. أنا اعتبرت أن العسكرين ميتين وليس لدينا الدولة تتصرف. أنا طلعت على الجديد مع مالك الشريف. من أول لحظة وقلت. قلت في حل من اثنين. أو الدولة تعمل موت رحيم. اللي هو العسكريين. ولا الله بيقبل. ولا نحن منقبل. وقلت لا الله بيقبل. ولا نحن منقبل. أو نحن منروح منشوف كيف بدنا نرجعهم. بالتفاوض بالتفاوض بالإقتال بالإقتال بالحرب بالحرب. لازم نرجعهم. هيدا الشيخ بيشتغل مع 14 أزار. هيدا الشيخ شريك عقاب سأر بزق إحفاضاته وحليب. اللي مخطوف خيه فوق. آه آه. يروح يشوف. روح يجيب خيك عبر عبر عقاب سأر. يروح يجيبه من الشيطان. يروح عند الشيطان يجيب خيه. حسان سرور. حرام ما فينا نجل ضرحيلي. حسان سرور كان يقاتل ضد النظام أو مع النظام؟ ضد النظام. سلموه حي طيب يرزق أو لا عبر الليواء عباس إبراهيم. نحن نموه على الحكومة السورية. وهلأ عم قلت لك سيد حسن أنا تحملت المسؤولية وحكيتها على الهواء. سيد حسن بلغ الحكومة اللبنانية نحن حاضرين نشغل مونتنا وقت اللي بتعوزه. نحن نشغل مونتنا. اليوم الأهالي قالوا الكرة أصبحت بملحب الحكومة. يعني الأهالي مدركين للولا. مشكلة الأهالي. الأهالي في جزء من الناس المتسوسين بيناتهم عندهم أجندة سياسية. نحن نقول لهم إذا بيجي واحد بـ 8 أذار يوظف مسألتكم نشحطوه. إذا بيجي واحد من 14 أذار يوظف مأساتكم نشحطوه. وإذا بيجي واحد من داعش والنصرة يقعب بيناتكم وخطفوه. لأنه هو اللي خاطف ولادكم. ما في يكون واحد مع الخاطف يقعب مع أهالي المخطفين وينفذ تعليماتهم. وقت اللي بتكون جبهة النصرة وداعش رفع لائحة بمئة اسم. بثان اسم بثلاث مئة اسم. شوية هيئة العلماء المسلمين بتقولوا بدنا عفوا عام على كل المساجين. الإسلاميين والإرهابيين. معقولة وسيط طلباته أعلى من طلبات الخاطف. بس هذا الوسيط لمرحلة الأولى طلع عسكريين مخطفين. أو أسمرت مفوضاته. هذا الوسيط وقت أجفيت على رسال قطلة النار عمي. حتى هو اللي بوصل لما كان هيئة علامة المسلمين بصفية تعمل شيء. إذا العفرية الأزرق في سعب هذا الملف أنا مع العفرية الأزرق. بس أنا عم بيقولك بدون يضغطوا المكان الصح. بدون يضغطوا على رئاسة الحكومة. بدون يضغطوا على وزارة الدخلية. بدون يضغطوا على وزارة العدل. مطرح ما موجود هذا الملف. هذا الملف بإيدة ثلاثة. رئيس الحكومة. وزارة العدل لأنه في موقفين وملفات عالية. وزارة الدخلية اللي عندها يمكن للإخراج. ووزارة الدفاع اللي هي بتنفس تعليمات السياسية. تطلع بتسبب عبشار الأسد. شو لعلاق بشار الأسد؟ سيبك إنه أنا مع بشار الأسد. طيب بس أنا بتحمل لحظة. وصلنا على بشار الأسد. بشار الأسد. ما بيتحمل ما بيتحمل مسئولية هالنظام. ما بيتحمل مسئولية هيدا النظام. يلي فيه مليون ونص نازح من المواطنين السوريين هربوا من الحرب هونيك ومن الأصف عليهم وموجودين بلبنان. ودايما من عهد الرئيس سليمان فيه تحذير إنه فيه قملة موقوطة وقد يكون بيناتهم متسوسين. يعني اللبنانيين عم يدفعوا التمن اللازحين السوريين عم يدفعوا التمن يعني النظام منه بريء؟ لا بتشكرك على السؤال. أولا يوم اللي وقف جبران باسيل اللي هو وزير بالطيار الوطني الحر. وقال يا جماعة حاجة يستقبل هؤلاء النزحين وفيه أزم بهؤلاء النزحين. يا ست ندا مين اللي وقف بوجه لجبران باسيل؟ حزب الله وحركة أمل أو الشيخ سعد الحريري الشيخ سعد الحريري. اثنان الحكومة السورية بلغت من أيام قليلة تمام باك السلام عبر المجلس الأعلى اللبنان السوري اللي هو القناة الوصل بين لبنان وسوريا فيه 3000 وحدة سكانية صاروا جهزين بدمشق لقواء هؤلاء النزحين شرفوا بعتوهن. شو كان الجواب؟ آه وبكرة وبعض بكرة. مش أنا اللي عم بقول رشيد درباس وزير شؤون الاجتماعية اللي محترم اللي بقريب لفريق 14 أضار هو اللي عم بقول انه في حدنا بلبنان عم بيسمسر على هؤلاء النزحين السوريين وإذا بيوصلهم عشرة دولار بيكون وصلهم بالأساس 119 بزيكور. يعني عم يدفعوا الحكومة السورية بلغت عبر المجلس الأعلى اللبناني السوري رئاسة الحكومة اللبنانية شرفوا نحن حضرين نستقبل النزحين السوريين مش بخيار أي نازحين أي نازح سوري بده يطلع هو حاضر بلا سلاح شفنا 2000 شخص يلي فلوا من ألسان وقعدوا على المصنع وفيتوا عبروا ورجعوا ورجعوا وطلع معلومات انه ما بده يهون يجرعوا من نزام وصلوا على المصنع لا في قدرة للأمن العام يختملهم ولا في قدرة للأمن العام السوري يختملهم بلاحظات اليوم هني موجودين بوحدات سكنية بمدينة أتسايا أنا على الأل بي سي الأل بي سي اللي اليوم خطة واضح أنه هي بالنص بين كل الناس مستعد اطلع أنا وياك على أتسايا تعملي مقابلات معا وتشوفيهم وتحوريهم وتسأليهم وتصوريهم كانوا بعرسال عايشين بخيام ذل هلأ بأتسايا قاعدين ببيوت بطون طب هلأ شو بيمنع طلب الحكومة السورية يطلع يشارف في سعري طلبك سنة وين بدون يخدوهن وشو ده مواطن سلمتهم يا ستنا وقت الحكومة السورية بتقول هايدا مواطن سوري طب شو منعملها قديش عدد يطلعوا بل شو يطلعوا أول 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 أي مناطق من أي بلدات في مناطق محظورة أنه يجرع لها أهلية أي مواطن سوري مش حامل سلاح سوريا بتستقبله نحن نشبهوين فيه أو بتترك لنا اللي حامل سلاح وبتتركي اللي عم بقأتي للجيش اللبناني وبتتركي اللي عم بأتي إذا بروح الآن هاي هاي بتتركي هاي يعني النظام متل وقتا انصح ب الجيش السوري من لبنان ترك بؤر أمنية ما النظام عم بيقوع القربة عم برجع المدنيين عم بيخلى المسلحين لا لماذا لأنه مسلح وليس لا يستطيع أن نذهب عند النظام هنا. كمان نكون موقعيين. أنت مسلح سوري. ترجع عند النظام بتسلمي حالك؟ بيكون حق على النظام ولا بيكون حق على الدولة المعفنة التي فتحت الحدود لمن كل حد بنوصوب. واجتنا كل الناس. نحن سيبنا حدودنا. نحن تركنا حدودنا. كم يوم؟ كم خبر نزل على الوكالة الوطنية؟ على مدار السنوات. بيقول انتقال 20 جريح من المسلحين السوريين إلى مستشفيات كذا. وإلى مستشفيات كذا. مين كان يزقون؟ الدولة اللبنانية أو الدولة السورية؟ الدولة اللبنانية. لماذا ننكب مصيبنا على الآخرين؟ أنا اللي يقولون. لماذا الآخرين يجب أن نخلو البداية دائما نخسر الأضعف؟ تحديدا سوريا. مين رفع أعلام المعارضة السورية؟ ومين مبارع بمسجد التقوى أعلام الدولة الإسلامية؟ ومين يقاتل في سوريا دائما للنظام؟ يلي هو حزب الله؟ ما قال السيد حسن؟ قال السيد حسن مبارف عبد المبارف. ما قاله حزب الله بهذه المعركة؟ كنت يعزموا يروحوا يتقاتلوا. نرجع للسؤال الأساسي. يطرحوا نص الشعب اللبناني. حجوبة. ليس السعودية السنية؟ ليس قطر السنية؟ ما بدك من محاور الإسلامية؟ إذا تريدك؟ أنت لبنان الخسر الأضعف. لا يمكن أن تقفلي السؤال. لماذا السعودية السنية؟ لماذا قطر السنية؟ لماذا الأردن السنية؟ وعفنا على هذه الكلمة. اليوم يقاتلوا داعش. وعقلب الناس مثل العسل. ولماذا حزب الله وقت لي يقاتل داعش؟ لأنه يقول لماذا تقاتل داعش؟ حزب الله لحد اللحظة. ما يقول؟ يقول شرفه نلعب بالأرض السورية. يجب أن يكونوا السوريين زعلانين. إذا لم يرح أعلن هذا الأعلان السيد حسن أصر. لأنه شرفه نتقاتل بالسورية. ليس سعودية أن يقاتل داعش اليوم. يمكن لحظة قبل أن نوصل. ويمكن كانت سياسة النائب النفس نجحت بوقتها. هداف انتقاما من قتال حزب الله في سوريا. مسلحين الذين يقاتلوا على الموصل على الأزيديين. كانوا الأزيديين يقاتلوا في سوريا مع النظام. ولا الأزيديين مسلمين يقاتلوا العلاقة بالإسلام كله. وعاوشين بحالهم. وهم برات كل هذه الحرب. وليس يتعاطون فيها. رأيت ما مرة أيزيدي حامل فرأيعة؟ هذا مفهوم داعش. غير نتحدث عن الثورة السورية. غير نتحدث عن ججز السوري الحر. السوري المعارضة السورية المعتدلة. يعني معلقة هيك ساعتها بتكون واحد حق يلي خورة سلمية. انقرضوا الديناسورات مثل الديناسورات صاروا. طب ما هيدوني كمانا مين اللي عم بيطرون؟ نحن لبنانية أو سوريين. مين اللي عم ببيدهم؟ نحن لبنانيين أو سوريين. نحن لبنانيين أو سوريين. نحن لبنانيين أكثر. الجيش اللبناني عم بخوب معركة مع داعش والنصرة. صح أو غلط؟ ما حدا عم بيعارض هذه المعركة؟ لا مش مزبوط. مبارح خالد الظاهر كان عم بيعارض جيش اللبناني. ومبارح كان عم بيتطول عجان قهواجي. رنجر جان قهواجي أشرف منه. خالد الظاهر لو ينتمي إلى كتلة ولكن لا يمثل كتلة. رئيس هذه الكتلة أعطى أنقطة للجيش اللبناني. رئيس هذه الكتلة خمل هبت مليار دولار ضعفية للجيش اللبناني. في نموذج. أنا ما عم بيحكي عن ساعد الحريري. سميت لك ساعد الحريري؟ بس أنا عم بيحكي عن رئيس الكتلة يعني خالد الظاهر نائب ولكن رئيس كتلة هو زعيم سنة أساسة بالبلد. إن شاء الله يكون اسكربيني. في نموذج موجود اسمه خالد الظاهر. موجود بالبرلمان نائب. وأنا عم بيحكي عن كثير من يفكره مثله. وهذا اللي كان عم بعربش ونط ويسب. هذا مثل خالد الظاهر نفس النموذج الداعشي. هذا النموذج اللي إجا عم بتطول على قائد الجيش اليوم بقلب المعركة. هذا النموذج اللي يقفوا بيقول أنا مع الدولة الإسلامية. أو هذا النموذج اللي يقفوا بيقول أنا مع جبهة النصرة. هذا ما بشوفه وبروح بنائش أنا رئيس صفصطائي. إلو علاقة بالداخل السوري يصطفل السوريين. نحن كل الوقت كنا عم نقول يحلوا السوريين عن لبنان. يصطفلوا عالي كويش. لا لبناني أي لبناني سني ولا أي لبناني شيعي. يرح يقفلوا بسوريا. يصطفلوا السوريين. سكر حدودك. عزول حالك تتحمي حالك طالما أنت كل عملك صيحة. والخاصرة الأضعف. لبنان دائما هو الخاصرة الأضعف. داعش والمصر وقت اقتحموا أرسال. اقتحموا نقاط. يا ستنا يا ستنا لحظة. اقتحموا نقاط للجيش اللبناني أو لحزب الله. بارح الشهيد محمد خالد الحسين. الله يرحمه. قتل بقلب عكار والبداوي. لماذا؟ اليوم بعكار تم إطلاق النار على فان. في عسكر من جيش اللبناني. لماذا؟ أقتله بسورية. جطانعوج عام بقاتل بسورية. الجيش اللبناني عام بقاتل بسورية. اللواء التامن عام بقاتل بسورية. المجوء المغوير عام بقاتله بسورية. حاد يجاوبني. لماذا الآن يتقوث عن الجيش اللبناني بفان بعكار؟ متعرفين صول؟ لأنه هناك واحدступ ج 했어. حرد على الجيش اللبناني. لأنه هناك واحد داعشي. اسمه خالد الظاهر من البرلمان اللبناني. هو نموذج لأكثر من شخص موجودين. اليوم يتم إطلاق النار عليه لماذا نتخبى وراء أصبعنا هذه مسؤولية السلطة السياسية التي تحاسم هذه السلطة السياسية من فيها على رأسها ومجلس النواب من فيها على رأسها أنا وأنت ولا هذه السلطة السياسية فيها على رأسها هذه هي تتحمل مسؤولية من الألف للياء يروح ويصرخوا بالمطرح الصح أحسن شيء يعملوا بحزب الله أن السيد حسن تطلع حكم بارح وريحنا وريح بعض الناس لكن هذا الشيخ الفاضل الجليل كيف وقف حكي بعقل وابنه مخطوف لكن نظام هذا الشاب الطيب كيف وقف حكي بعقل ولكن نموذج الداعشية اللي بتصير تسب وتخانق وتكبهون وتكبهون لا نحن مع المخطفين يطلعوهم بأي تمن اللي كان بالتظاهر بالتظاهر بالخطف المضاد بالخطف المضاد بإطلاق موقفين بإطلاق موقفين خطف المضاد ضد مين اللبنانيين عم بيخطفوا بعضهم يعني بتحقق هذه المجموعات المسلحة خطف المضاد من قبل المجموعات الأمنية للمقاتلين أنت عم بتحرد هنا على الخطف أنا عم بحكي خطف المضاد في ساحة القتال يعني الجيش اللبناني وقت لوقف مية وثمانين شخص من جماعة داعش والنصر ما خطف منه عصابة جيش اللبناني هذه معركة بالمعركة عندك ثلاث أنماط أو يستشهد أو يؤثر ويخطف أو ينجرح الجيش اللبناني عمل الإنجاز جاب لك مية وثمانين واحد من يفاوض عليهم؟ إيماد أهوجة أو تمام باك سلام تمام باك سلام الهومورك بتاع الجيش اللبناني عمل بس يعني بس من صاحبنا الجيش وقف مطلوبين متهمين مشتبهين لقلب المعركة لا تنفذ عمليات نوعية شوفي المجوءل همق إيه؟ شوفي المجوءل فات تنفذ عمليات نوعية من قلب مراكز للمسلحين من المخيمات لا من قلب مراكز للمسلحين مفشي اسمه مخيمات هذه كذبة هذه مراكز للمسلحين فات أخب مجموعة هلأ بتستعملي كلمة خطف بتستعملي كلمة ألقى القبض أوقف من نوم خبيها الجيش اللبناني أنا وياكي مش أسمين بس بقلب المصطلحات العسكرية وقت بتفوتي على نقطة الخصم تسيطر عليها بيقولوا خطف مننا والخطف مش دائما هو شي سيء وقت بتخطي داعش ونصره لحتى تبقلي على العسكر البياني هكذا شو أوراق الكوة عندنا هلأ شو هي أوراق الكوة أول ورقة كوة أنا بسكر الحدوب بين جرد عرسال وعرسال قبل الشتاء ثاني ورقة كوة طبس ما فيها عسكريين مخطفين بالجرود كيف تسكر هذه الحدود وهي طريق إمداد أساسي للمسلحين وممكن يبتز لبنان بهذا الموضوع لأنه يمكن طريق الإمداد أهم بنسبة لهم من موقفين الإسلاميين شو حكيت أمبالع؟ شو قالت؟ قالت عندهم أكل وشرب بيكفيهم أنا وقتل بيقول طريق الإمداد نحن بيقول أكل وشرب عن المزود عن المحروقات عن السلاح عن السلاح عن المزود اللي بيستعمل لنقل الأليات الكبيرة عن بيقول أقوط على الغيار عن هذا أنا بيقول بس أهل عرسال بيقولوا عندهم مقالع وكسرات وبنعرف نحن الحجر لعرسال وبنعرف من شو يعيشوا أهل عرسال وبنعرف كمانا مين احتضن هو المسلحين أولاد عمشيت أولاد تنورين أولاد الدكوانة أولاد بيروت أولاد عاشي بذكار إنصافاً يعني مش مسلحين يعني عائلات نساء أطفال عجز الهجم على الجوش اللبناني من قلب خير أخذوا دروع بشرية لا مش مزبوط شو قال عماد أهواج للنهار وبيعتق بموضوع العسكر أكيد بيفهم أكثر مني ومنك وبيعرف المعلوم الدقيقة قال مهنية عرسال تم الهجوم عليها من قبل عسكر مسلحين إرهابيين من داخل مخيمات نزحين السوريين من قلب الخيم أطلع حمين أسلاح يكفي الكلام أستاذ سلام شو بدك أنا والله معهم شو بدك ما بيقدر الجيش إذا بده يحصم ما بيقدر الجيش إذا بده يحصم يسكر ديناه والسلطة السياسية ويتصرف هيدا الأحباط اللي أصيب في الجيش على الأرض وكنا كأعلاميين نتابع الأرض وقتا بيجي أرار بين ليلة نضحاها بوقف الحسم بوقت اللي كان على خطوات هيدا الحسم مين اللي عمل أرار الرئيس نبيه بري أو سيد حسن نصر الله أو تمام باكسلام مين اللي اتصل بكاعد الجيش وقاله وقف للمعركة ليش سأليه لتمام اسلام كأعد الجيش ما فيه يعمل انقلاب ويفطع حسابه في وزير دفاع في رئيس حكومة إذا حدا متوقع أن الجيش اللبناني يعمل انقلاب بيكون غلطان إثنان نهارا الجمعة عم تدري هيئة الأماء المسلمين بفك الحصار عن عرسال أولا عرسال مش محاصرة المحاصر هو جرة عرسال اللي فيه هو اللي مقتلين ما بقى نكذب عن الناس ونعمل قنابل دخانية كنتوا عم تكذبوا وعم تقولوا السيد حسن نصر الله وحزب الله منعنا طلع السيد حسن نصر الله وكشف كله رأى وقال نحن مش منعين التفاوض برأيك لأننا بعد أننا قلم نديق من الوقت من بعد كلام بارح السيد حسن نصر الله بموضوع العسكريين ووضح لأموه اليوم غير أمس أو رح تكمل الأمور على المستوى السياسي والمعالج السياسي والتفاوض كما هي لكن هذا المسأل ما هو حلوه أنه اللي يكون نايم فيك توعية بس اللي يكون عامل حاله نايم ما فيك توعية في ناس نحن بالحالة الثانية نعم نعم في جزء من الدواعش اللبنانيين عاملين حاله نايمين ومش شايفين هؤلين مش رح يوع وده رح يحسوا شو بدي بالدواعش عم بحكي عن الحكومة الحكومة السلوكة داعشية هالحكومة وقت الحكومة ما بدت تطلع بولادة وما بدت تعمل جهد هالحكومة داعشية هالحكومة وقتها الحكومة تتركوا ولادها هاي متركين للقضاء والقضر هاني بس عم يتفرجون يكون سلوكة داعشية هالحكومة عندها بالآخر دقيقة معادلة تعدم منفذ حكم آدم واحد عندي مجموعة موقفين بأحداث عرسال في مجموعة النظام السوري في يعطيني إياها بجمعهم مع بعض بروح ببادل عليهم عندها أوراق تفاول فينا نبادل مرة واحدة على الكل بيكون كويس فينا نبادل على مجموعات خيب نبادل على مجموعات بس ما فيه قول تمام اسلام عنا أوراق قوة ويحمل حاله ويفل بس ما هو رايح يحكي كمان بهذه عال لا يشوف إن شاء الله وقال من أولويات إن شاء الله خير عم ضيع وقتنا الحل هون الحل مش هونيك مش بنيويورك نيويورك مش فضينا عم بفكروا بالرقة وبداعش وبضرب القواعد وحياتك مش فضينا ولا سمعين واجعنا ولا سمعين أنينا ولا علاقة فينا بس بدون استخدار لبنان بدون الأمن أسرع حدا عم بيسلح الجيش هو الأمريكان بدون بدون لبناني هز بس ما يوقع وأنا إذا بيجي سلاح الجيش اللبناني من أي دولة بالعالم باستثناء إسرائيل أنا معه أنا مش السعودية أنا مع سلاح السعودي أي سلاح من أي دولة بالكرة الأرضية إلا إسرائيل لأنه عدو نحن مع هذا السلاح والسعودية عم بتشارك بيئة حالة في الدولة بالحرب كل الوقت كانوا يخبروننا يقولوننا أنه هاي المجموعات الشيعية عم تضرب أهل السنة بالرقة طيب شرف السعودية شو اللي كان طيران المبارع يضرب الرقة روم أرتوديكس شو الأردن الكاتوليك مثلا أو شيعة ومعنا خبر حاجة كذبوا عن الناس ونصيحة لأهل المخطفين خطاب الشيخ الجليل صح خطاب خينا نظام بالألمون صح بس خطاب هول الدواعش المتسللين بيناتكم هول جايين عندهم أجندة سياسية داعشية هول مع الخطفين لأولادكم أنا أريد أن أشكرك المحلل السياسي السلام زهران شكرا لك ما فينا نخطح مطرح الأهالي وجعهم كما هم قالوا إنه لو الشيطان لو بدون يقوموا من الموت من القبر بدون مشان أولادهم هكل شيء مبرر للأهالي مشان أولادهم بمحبة رح قللهم لو بدكم تبوسوا إجريهم لداعش والنصر مش رح يفلتوا أولادكم هول بلا رحمة اللي دبح عباس السيد و هيدا اللي بخوفهم اللي دبح علي السيد و عباس مدلج و محمد حمية هيدا بلا رحمة عم تضيعوا وقتكم نهارت اللي عم تتزللوا الله لا يدوق هالكسلة حدا خصة من تاريخ الإصار روحوا اضغطوا بالمطرح الصح روحوا اضغطوا بالمطرح الصح روحوا و شوفوا الحلفاء داعش والنصر و قللهم أولادنا عن حلفائكم هاج ببلش لحل روحوا تظهروا قدام اللواء أشرف ريف و قللوا أنت وزير عدل سرع ملفات الموقفين الإسلاميين و أنا بعرف أنه هو عم يعمل جهد بهذا الموضوع أكيد يعني إذا كل حدا ما بيأثر يقدر يعمل باللي متاح لقلو حتى لو كان خاصل نحنا معه هذا موضوع ما قاله علي ألا أربعة عش ولا ثمانة ولا وسط هذا بمسكل ما يسمح ولا واحد داعش يقعب بالنص و سيريحك على الميكريفون صرت بكاريرا كذا مرة أنا بدأ أشكرك أستاذ سلم زران أكيد سمعوها و وصلت أنا بدأ أشكر متابعتكم لأننا مشاهدين بحلقتنا لليوم و طبعا دائما منظلنا نتابع عضية المخطفين العسكريين و دائما مع تحركات الأهل على أرض أكامب الألمون أو بأي منطقة تانية أنا برجع بلاقيكم إذا ألا راب بحلقة تانية بنهاركم سعيدا الأسبوع المقبل إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة